السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله مكملين مع بعض سلسلة الفيديوهات اللي بنعملها في علم المختبارات التبية. آآ آآ بدأنا جزء جديد من الفيديوهات. وهي كانت عن وظايف الكلة. آآ وظايف الكلة كانت بتعبر عنها مجموعة من الاختبارات اللي ممكن يطلبها الطبيب علشان يقيم مدى كفائة عمل أو وظايف الكلة. آآ خدنا في اول الفيديوهات معنا في الوظايف الكلة. خدنا فيديو مجمع عن معظم الاختبارات اللي ممكن يطلبها الطبيب علشان يقدر يقيم بها وظايف الكلة. آآ فيديو التاني اتكلمنا عن الكريتينين كليرانس تاست. اتكلمنا برضو في فيديو كمان على البيو ان او البلادجوريا نايتروجين. وكان ده اول جزء في البلادجوريا نايتروجين كنا اتكلمنا عن الاختبار بصفة عامة. ازاي بيعملوا. هو عبارة عن ايه. والقياسات بقسها ازاي. آآ في فيديو النهاردة هو الجزء التكني من البيو ان. وقسمت الفيديو الجزئين علشان الجزء ده هنتكلم فيه عن اسباب ارتفاع وانخفاض آآ البيو ان. وايه هي الامراض اللي ممكن تكون متعلقة بارتفاع البيو ان في السيروم. اول حاجة عايزين نعرفها ايه هي الاسباب ارتفاع البيو ان في السيروم. آآ من اول اسباب واهم الاسباب اللي ممكن تقابلني ويعني تكون سبب رئيسي في ارتفاع البيو ان في السيروم هو الكيدني انجري او ممكن يكون فيها ديسيز. يعني الكيدني يكون فيها انجري او ديسيز. واللي اللي بيسبب الدامج او للكيدني ممكن تكون سبب الديابيتس او ده بيأثر على الكيدنيس. من الاسباب الاخرى اللي ممكن تسبب هاي بيو ان نيفل في السيروم هو النقص او اللو بلات فلو للكيدنيس. يعني مجرأ الدم او صريان الدم الرايح للكيدنيس قليل. وده بيكون نتيجة الديوهيدرشن او ممكن يكون بسبب ممكن يكون ازباب ارتفاع البيو ان هو بعض اللي ممكن ياخدها المريض. بسبب ارتفاع في البيو ان وفي الكراءات. كمان لازم المريض يتأكد انه قال الدكتور على اللي هو الدكتور المعمل او مختبر على ايه هي الادوية اللي ممكن تكون نون برسكريبشنز او برسكريبشنز هو بياخد. اه كمان اسباب ارتفاع البيو ان بتبقى نتيجة الهاي بروتين دايت. يعني شخص اللي بيكون الهيزاء بتاعه معظمه عبارة عنهاي بروتين. اه او يكون شخص عنده او ما يكون فيه تيشو دامج. التيشو دامج اللي بتكون نتيجة السيفير بيرلز. ممكن يكون الشخص ده عنده بليدينج في اه برضو من ضمن الاسباب الهاي بيو ان الكريتينين ريشو يعني نلاقي ان الاثنين دور المحتفائين في السيرم. اه ده بيبقى سببه الاكيو كدني فيلر. وممكن يكون اللي حصل ان الشخص ده ممكن يكون اصاب بالشوك او السيفير ديهيدرش. يبقى دي كلها عبارة عن اذباب الارتفاع البيو ان في السيرم. طيب ايه هي اذباب انخفاض البيو ان في السيرم? ممكن يكون اه الشخص ده عنده اه الديد بتاعه فيلو في دامج. ممكن يكون الشخص بيعمل بيعمل من الليكويد. والليكويد زيه بتسبب له اوبر هيدريشن. اه بالتالي بيقلل البيو ان فيلوز. كما الحال لاقي في الومن والشيلدرنز البيو ان بتاعتهم بتبقى اه اوليلة او منخفضة. عن المن. نتيجة ان المن بيحصل اه بريك داون للبوتينز اكتر اه عن الومن والشيلدرنز. طيب اللي نشوف بقى ايه هو الديسيز الكوريليشنز للبيو ان ليفلز. يعني المرض اللي لها علاقة بارتفاعات مستوى البيو انز في الفلسية. هو مرض اسمه الازوتيميا. ازوتيميا معناها او ممكن اقول ان الازوتيميا دا بيبقى نتيجة الاليفيشن للبيو انتروجن او البيو ان وارتفاع كمان السيرم كريتيني. انما لما اقول ان فيه بري هاي بلازم يوريا كونسنتراشن اكومبناي برينا الفيل يريبقى دا سببه اليوريميا. يبقى الفرق ما بين اليوريميا وازوتيميا. ازوتيميا هاو الاليفيشن للبيو ان مع السيرم كريتيني لفلس في البلد. انما اليوريميا هي نتيجة ارتفاع اليوريا كونسنتراشنز مصحوبة برينا الفيلر. فبسميها اليوريميا او يرامي بساندروم. طب ايه هي ازباب ارتفاع اليوريا في البلازما? ممكن تكون ازباب بالرينال او رينال او بسترينال. يعني لي علاقة بالكالس. طب بالرينال يعني قبل ما ادخل الكالة الكالة. الرينال يعني دخلت الكالة. يعني الازباب لها علاقة بى الكالة. بست roster اليرنال يعني انا سيبط الكالة وخارقت منها فيshaped الاسباب بعد الكليا. الكليا. يعني انا عندي فيه اسباب ما قبل الكدنس او ما قبل الكليا. فيه اسباب سببها الكليا اساسا انه فيه مشاكل في الكليا وفيه اسباب نتيجة انه خلاص في سبب الكليا وخرج المفروض انه هو يروح بقى على ويحصل خروج بقى لليوريا وكده. او في سورة يورنج. انما ده ممكن يكون السبب في اه بعد الكليا. طب الريفرنس الرينج اللي البيو ان المفروض انها بتبقى من ثمانية لعشر ميلي جرام برديسليتر والنورمال رينج بالنسبة لسيروم كريتنين سبعة من عشرة لواحد واربعة من عشرة ميلي جرام برديسليتر مع الاغصف الاعتبار ان النسب دي اه متروحة في الميل والفيميل والشيلدرون طيب. انا نشوف ايه هي الاسباب اللي ممكن سبب لي ازوتيميا يعني ارتفاع في اليوريا بلاد او اليوريا اه بلاد نايتروجين في السيرو. اول حاجة طالما بريرينا يعني انا لسه مدخلش الكليا فهي نتيجة ناقص في الرينا البلاد فلو. يعني مجرى الدم اللي رايح للكليا قليل. فبالتالي اللي دخل الكيدني ورايح ليه يتقدم له عشان يحصل فيه ترشيح قليل. فبالتالي اه كمية اليوريا اللي حصلها فلترد برضو كده قليل. اي شيء برضو ممكن نسبب البلاد فوليوم بيقلي. يعني لو كان البلاد فوليوم قليل ده اه من ازباب الازوتيميا بس بتبقى بريرينا. زي اي زي مسلا يكون في كونجستف هارت فاليور او تشوك او الهيموريج او دي هيدريشان كل دي اه بتقلل البلاد فوليوم. كمان اله من ازباب الازوتيميا اللي هي البررينا ان يكون شخص ده يعني اه ان غزاءه معظمه بروتين او بيكون نتيجة برضو من البروتين او شخص ده ممكن او اشخاص دي تكون مريضة بفضر او ميجور الناس ويسترس. طيب لما نيجي نشوف النوع الثاني من الازوتيميا تكون سبب ورينا يعني خلاص دخلناه في الكيديس يعني الاسباب هنا لها علاقة بالكيديس فبقى ديكريز رينا فانكشن. نقص في الوظائف الكيلة او مشكلة في وظائف الكيلة خلت ان البلود يوريا اكريز نتيجة من خلال الكيديس. طيب ايه اسباب اللي ممكن تسبب ارتفاع اللي يوريا في البلود اللي هي طبع الرينال. الايه الأكيوت او رينال فailing أكيوت او کروني برينال فاليور او الجليميريرال الفريتس او التبول الرينال يعني كوزيس او 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 رينال استويسيس. نيجي نلازوتيميا اللي بتبقى بوس رينال. بوس رينال يعني بعد او ما بعد الكيلة. يعني خلاص دخلت كيلة الكيلة سليمة فاش حالة المشاكل اللي ببقى بعد او الوعو اللي بعد الكلة. نمكن تكون نتيجة نتيجة ان فيه ممكن يكون فيه ممكن يكون فيه يبقى كده احنا قلنا المرض اللي متعلق بالبيو ان ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن التحليل اللي بعد كده اللي ليه علاقة بوظائف الكلة واللي بيطلبها الطبيب علشان يقيس ماذا كفاءة الكلة شوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته